اشتركوا في القناة الانسان فيها من دار الغرور الى دار الشرور او دار السرور لحظة من اللحظات التي يكتب فيها للعبد انه منتقل الى ذلك اليوم تلك اللحظة التي يلقي الانسان فيها اخر النظرات على الابناء والبنات والاخوان والاخوات يلقي فيها اخر النظرات على هذه الدنيا وتبدو على وجهه معالم السكرات وتخرج من صميم قلبه الآهات والزفرات انها اللحظة التي يؤمن فيها الكافر ويوقن فيها الفاجر انها اللحظة التي يعرف الانسان فيها حقارة الدنيا انها اللحظة التي يحس الانسان فيها انه فرط كثيرا في جنب الله انها اللحظة التي يحس الانسان فيها بالحسرة والألم على كل لحظة فرط فيها في جنب الله يناديه رباه رباه ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت انها اللحظة الحاسمة والساعة القاصمة انها اللحظة الحاسمة التي يدنو فيها رسول الله اعني ملك الموت لكي ينادي فيا ليت شعري هل يلادى نداء النعيم او نداء الجحيم الا ليت شعري هل يقال يا اي تهمس المتعين اخرجي احنا الخارج Lily اللحظة حذرا هل يقال يا اي تهمس المتعين اخرجي الى صخة النار رأيت الصغرين كيف تكون خلاط من تلك الساعة التي قفت وباج والصالح فلا أتوت وغرب على الأمر وفي لحظة واحدة فأسلمت الروح الى ديورا والتبت الساعة بالساعة الى ربك يا الميد والمساعة هناك تحص العبد بدار غريبة ومنازل رهيبة عجيبة فلا اله الا الله في لحظة واحدة من دار الهوال الى دار المعيد المقيم فلا اله الا الله فلا الهوال في لحظة واحدة من ضيق الدنيا الى ساعة الاخرة وفي لحظة واحدة من جوار الاشرار الى دوار الواحد القار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قليلا